رغم كل محل في بيته من دمار إلا أن سلامتا قرر العيش فيه حاله كحال عشرات ألاف الفلسطينين حيث تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير ثمانية وسبعين بالمائة من الوحدات السكنية داخل القطع والتي تقدر بأكثر من أربعمائة ألف وحدة سكنية مائة وخمسون ألفا منها دمرت بشكل كلي أنا مواطن عدت لا بيتي بعد استعاب اليهود من الاشتياح اللي كان للمكان كله مضمر حاولنا ننظف النظف اللي نظفناه وزبطنا اللي نظبطناه وهي نحاول نرجع لنزحت بدلنا مرة سبع مرات فأنا منصر أن نرجع عداء رح سلي واقع واقع مش مشكلة وانا نروح فيش مقاومات فيش شلافة شي عندك الماء الماء الحل بتشتريها شريا الملحة كمان شريا كل شي يعني عندك شري كل شي غالي أرامي لم يترك القصف الإسرائيلي له ولعسرته أي جزء من منزلهم حيث سويا بالأرض ما اضطره للعيش في خيمة قريبة من ركام بيتهم دون توفر أي مقاومات للحياة بيتنا مدمر كليا يسكن في 17 أسرة أنا الآن سكن في خيمة يحقو الخيمة هذه 8 أفراد وأنا فيش مقاومات للحياة وفيه قرص بتدخل علينا في بعوضة الخيمة ديقة دخلين على الشتاء وبنحتاج شوادر وبنحتاج أغطية كمان للأطفال وأنا عندي بنتي بتحتاج حليب وبامبس وفما للمكتب العالمي الحكومي بغزة فإن 80% من سكان القطع باتوا بلا مأوى أو وحدات سكنية في المرحلة الحالية بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من 11 شهر رغم أن الدمارة في كل مكان هنا في قطاع غزة إلا أن الناس يعدون للعيش فيما تبقى من بيوتهم أو في خيام بجوار بيوتهم المدمرة وينتظرون نهاية عجلة للحرب وعملية بناء في أسرع ما يمكن محمد سالم روداو غزة فلسطين